نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في إحدى القرى التابعة لمركز كفر سعد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضح وكيل وزارة الصحة بضميات السيد عبد الجواد أن القافلة تضم عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين وتم تحويل حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين مركز كفر السعد والمستهدف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كمرحلة أولى المبادرة القافلة الطبية بتمثل جزء الصحي من المبادرة الرئاسية وطبعاً بتستهدف أن يتوصل الخدمة المستحقيها في مكانهم إلى جانب النية مجانية تماماً طبعاً بتوفر لها كل الإمكانيات بحيث أنها تقدر تؤدي خدمتها على عكم الوج جبنا له مكافلة هنا 12 عيادة زي عيادة تنظيم الأسرة العيادات المجهزة التي تدعم بها وزارة الصحة هي عبارة عن عربيات متنقلة عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لكل عيادة حسب تخصصها معانا عيادات أسنان معانا عيادات هنا رمض أنفقز المحنجرة نيسة بالصنار بطنة بالصنار جراحة ومسالك كافة العيادات بتقدم خدمتها للمواطن مجاناً ضمن مبطرة حياة كريمة معانا في الصيدالية أكتر من 150 صنف دواء بيغطوا جميع التخصصات بنفعل في الصيدالية دور الصيدالي الإكلينيكي بيتناقش مع المريض وبيعرفوا التفاعلات الدوائية بيعرفوا إزاي ياخد العلاج بتاعه بشكل آمن